يعطيكم العافية جمع إن شاء الله شرح اليوم رح يكون خاص بأجهزة الأندرويد والناس أو أصحاب هاي الأجهزة اللي بتستخدم أجهزة الأندرويد بمختلف أنواعها ومختلف الشركات شرح اليوم رح يكون خاص بطريقة كيف نحول الإيموجي أو الوجوه التعبيرية الموجودة في النظام لنفس الإيموجي والوجوه التعبيرية الموجودة في نظام الآيفون اللي هو الآي او اس لو نلاحظ اني عنا هنا الإيموجي شكلها مختلف عن الإيموجي الموجودة في أجهزة الآيفون فاليوم إن شاء الله راح أشرح الطريقة كيف نحول هاي الإيموجي لنفس الإيموجي الموجودة بأجهزة الآيفون أول إشي بنحتاج نثبت تطبيق من مجر تطبيقات اسمه زد فونت بنروح على البلاي ستور وبنبحث عن تطبيق اسمه زد فونت راح يظهر لنا في الخيار الأول وهي شكل التطبيق واضح أمامكم على الشاشة بنثبت هاد التطبيق بعد ما انثبته بنعمل فتح للتطبيق بعد ما نعمل فتح للتطبيق راح يطلب منا صلاحيات الوصول للستوريج والميديا الموجودة عنا في الجهاز عشان يقدر يثبت الإيموجي بنعمله سماح وبنتجاحل الرسالة الترحبية في عنا بار فوق أو شريط موجود فيه أكثر من خيار بنختار منه خيار الإيموجي راح يظهر عنا هاي الإيموجي خلينا نختار مثلا الإيموجي الموجودة في الآي او اس 14 طبعا للأسف التطبيق فيه إعلانات بنستنى لا يخلص الإعلانات بعدين بنتجاهل هاي الإعلان راح يظهر عنا في أمامك هاد اللي اخترنا له الآي او اس 14 بنضغط على الدونلود الموجودة تحت راح يبدأ يثبت هاد الخط طبعا بعد ما ينتهي من تنزيل الخط راح نعمله سيت وراح نحتاج نروح على إعدادات الجهاز أو تطبيق الثيمز والخطوط الخاص بالنظام الجهاز اللي انت بتستخدمه أنا بستخدم جهاز تيكنو نظام هاي او اس فالتطبيق عندي اسمه هاي ثيم وراح أورجيكي في الثبت عن طريق التطبيق وراح أورجيكي في الثبت عن طريق الإعدادات بس بننتظر لحد ما يكتمل تثبيت الخطوط طبعا سرعة التنزيل باعتمد على سرعة الانترنت عندك بننتظر لحد ما ينتهي التثبيت طبعا بعد ما ينتهي التثبيت راح يظهر لك إعلان برضو بهذا الشكل بنجاهل الإعلان كمان مرة بعدين راح يطلع لنا خيار تحت اسمه ست بنضغط عليه بعدها بتختار نوع الجهاز اللي انت بتستخدمه لو نلاحظ انه موجودة أغلب الأجهزة لكن هنا في نقطة مهمة أجهزة السامسونج مش كلها مدعومة للأسف الأجهزة السامسونج اللي بتشتغل بنظام أندرويد عشرة اللي هو أندرويد تن وواجهة الوان يو آي تو ما راح تزبط عليه هاي الطريقة أما سامسونج أندرويد تسعة وتحت فبتشتغل الطريقة عادي بتختار من هون نوع جهازك أنا جهازي تيكنو فرح أختار من خيار التيكنو بعدين راح أعمل انستول بعدين راح يعطيني انه هسه لازم الثبته بتختار من راح يطلع لك هاي اسم التطبيق الثيمز اللي عندك أنا اسم هاي ثيم بنعمل ابلاي بنجاهل الإعلان بعدين بنطلع من التطبيق بنروح على تطبيق الثيمز الخاص بجهازك أنا عندي اسم هاي ثيم انت ممكن يكون هواوي ثيم انفينيكس ثيم حسب انفينيكس ثيم عفوا أو اكس ثيم أو بنروح على الاعدادات بعدين بنروح على ثيمز اند لوك سكرين بعدين بنروح على ماي فونس بعدين بنختار ملكوتا بعدين بنختار الفونس اللي هو اسمه ملكوتا بعدين بنعمله ابلاي بنعمل اوكي راح نلاقي انه راح يعطينا انه تم التثبيت فلو رحنا الان على النوتس وجربنا انحط ايموجي راح تلاحظ انه ثبت معك ايموجي الشبيه باجهزة الايفون وصار نفس الموجود باجهزة الايفون تماما وتغير وصار تقدر تستخدمه في جميع تفاصيله زي كأنه معاك جهاز ايفون بالضبط هاي الشريحة بكل بساطة اعتبقوا عندك وبرجع بذكر انه اجهزة سامسونج اللي بتشتغل على نظام اندرويد 10 ما راح تزبط عليها هاي الطريقة اما باقي الاجهزة والانظمية فرح تشتغل عليها هاي الطريقة وهذا شريحة اليوم يعطيكم العافية